الطوبيك بتاع النهاردة او الموضوع بتاع النهاردة بيتكلم على الassignment problems نوعية من الproblems او نوعية من الapplications بتتكلم على حاجة بتسمى عملية التخصيص او عملية الassignment الطوبيكس اللي هنتكلم فيها هنتكلم على assignment model approach هنتكلم على method بتستخدم عشان تحل مسألة الassignment الهنجرية method او float technique هنقول المين steps للassignment method ازاي بحل طريقة الassignment هنتكلم على حاجة اسمها الunbalanced assignment problems زي ما اتكلمنا على مسائل transportation وقلنا ان في حاجة بتسمى الbalanced transportation problem والunbalanced transportation problem فيه برضو نفس الكلام ان في حاجة اسمها الbalanced assignment problem والunbalanced assignment problems اه برضو هنتكلم على جزء الماكسيمايزيشن والمينيمايزيشن احنا كنا عارفين لما درسنا مع بعض ال lp model ان كان فيه اه بعض الproblems بتحاول تحقق objective function في صورة maximize للprofit او اه ميمايز للقوست فكنا بنشتغل على نوعية من الproblems بتتعامل مع مينيمايزيشن اه لكل مينيمايزيشن اه لكوست ومسائل بتتعامل مع مكسيمايزيشن للprofit فنتعامل مع النوعيتين هنا ان شاء الله اه لو بكلم على الassignment Model Approach احنا كنا درسنا مع بعض اه بداية خالص في بداية الكورس ال LP model أو linear programming model وقلنا أن linear programming model هو عبارة عن موضع رياضي بيستخدم عشان يبتدي يحللي مشاكل ال management أو operations management عن طريق أنه بيحدد objective function قد تكون ال objective function دي maximization لprofit l-efficiency l-effectiveness أو قد تكون minimization cost l-waste لطايم لأي حاجة بحاول أننا أعمل لها minimization ال LP model اتعلمنا مع بعض أننا إحنا إزاي نعمله formulation إزاي أكتب ال objective function إزاي أعمل constraints إزاي أصيغ أو أوصل لحطة visibility والoptimality الكلام ده كله أخذناه مع بعض من خلال ما يسمى بال graphical solution درسنا بعد كده أو قلنا أن في بعض ال special cases من ال LP model ال special case الأولانية اللي درسناه مع بعض هي transportation problems أو transportation model في transportation model إحنا كنا بنحاول نعمل minimization لـ transportation cost كنت بقول أن في مجموعة من الروز بتمثل sources أو supply ومجموعة من ال column بتمثل destination أو warehouse أو market وبناء عليه كنت ببتدي أحل ال problem وعمل لها formulation ووصل لل initial visible solution دي المسألة عن طريق مجموعة من المثال اللي هي قلنا زي المنمم كوس زي ال west corner كل الكلام ده أخذناه ك special case على ال LP model النهاردة ال second special case أو second special purpose هي assignment method دي حالة تانية أو application تانية على ال LP algorithm أو ال LP technique طيب ببساطة كده assignment problem هي عبارة عن هي عبارة عن عدد من jobs أو tasks اللي بتمثل ال column يبقى أنا هلاقي داخل ال column عبارة عن مجموعة من ال tasks أو مجموعة من jobs والجزء الخاص بالروز أو الصفوف بتمثل مجموعة من objects أو people يبقى أنا عندي مجموعة أفراد أو مجموعة أشخاص أو مجموعة workers ومجموعة tasks أو مهام وأنا عايز أعمل assignment عايز أخصص مجموعة ال people دول لمجموعة tasks يعني سي مثلا أن أنا عندي ثلاث مشاريع وعندي ثلاث أفراد فأنا عايز أخصص لكل مشروع فرد وعملية التخصيص دي عايز هاتم ب يعني أنا عايز أعمل minimization لل cost أو أوصل لل optimal assignment problem يبقى ده فكرة المسألة الخاصة بالassignment يبقى أنا هنا بتكلم على assignment problem مجموعة من ومجموعة من وانا محتاج أن أنا أعمل عملية تخصيص للكلام ده أو مجموعة الobject ممكن يكون عندي مثلا مجموعة من loaders مجموعة من bulldozers اللي هستخدمها داخل construction site فبقول أن أنا عايز أخصص loader number one ل project number three مثلا loader number two project number one and so on يبقى أنا بشوف هقدر أخصص كل object أو كل person ل task أو job معينة فدي كده فكرة الassignment الassignment problem كل assignment problem هلاقي إن هي معاها table أو matrix زي ما كنا بنعمل مع transportation table أنا كنت بديكم transportation table مجموعة من الصفوف بتمثل supply ومجموعة من الأعمدة بتمثل demand أو warehouses أو destination نفس الكلام أنا بتعامل مع assignment matrix أو assignment table هتلاقي زي ما اتفقنا هنا إن الصفوف بتحتوي على object أو people بينما column بتحتوي على tasks أو jobs اللي أنا عايز أخصصها لكل واحد من persons أو لكل حاجة من objects اللي موجودة عندي هتلاقي إن numbers اللي موجودة داخل table هي عبارة عن التكاليف الخاصة بالassignment يعني أنا خصص person number one ل project number three طب تكلفة تخصيصه هيكلفني يبقى أنا زي ما كنت بديكم transportation cost داخل ال table هتديكم داخل table assignment مجموعة من بتمثل assignment طيب كان في حاجة تانية كان في مسألة transportation بلاقي إن في حاجة اسمها capacity لكل source وحاجة اسمها demand من كل destination يعني كل market كان بيطلب عدد معين من product أو كل factory أو كل مصنع كان بينتج عدد معين من الكباستي فكنت بقول إن في خانة لل supply وخانة لل demand مسألة assignment بلاقي فيها إن الcapacity لكل source الcapacity لكل source equal one وال demand من كل destination equal one يعني بتلاقي إن أنت بتتطلب إن person واحد يتخصص لمشروع واحد يبقى المشروع بيبقى طالب one person أو one object ونفس الكلام يبقى أنا عندي supply بواحد والdemand بواحد مش هلاقي بقى زي ما كنت بشوف في مسألة transportation إن أنا هنا طالب 200 قطعة طالب 300 قطعة لأ إحنا هنا بنقول إن نجاست إن أنت هتعمل assignment لperson واحد لمشروع واحد يعني ما ينفعش تقول إن person رقم واحد وperson رقم تلاتة هيتخصصوا للمشروع الأول يبقى كده أنا عملت إن التخصيص اتنين لواحد لا هو واحد demand وواحد supply يبقى ده كده فكرة assignment problem أو assignment model طيب لو هنتكلم على طريقة الحل طريقة الحل اللي بحل بيها assignment model في طريقة بقول عليها الهنجاريان method الطريقة دي تعتبر efficient method عشان توجد لي optimal solution إحنا عارفين إن مسائل linear programming بيبقى الغرض الأساسي منها إن أنا أحق visibility و optimality طيب عشان أوصل بالنسبة لمسائل assignment في طريقة بشتغل عليها لها steps سابتة بعملها لأي مسألة assignment طيب الكلام ده بيتم إزاي إحنا اتفقنا إن مسألة assignment بتحتوي على ما يسمى بالassignment matrix أو assignment table يبقى فيه عندك table أو matrix تشتغل عليها فأنا بعمل أو principle الأساسي إن أنا بشتغل على حاجة أو concept اسمه matrix reduction يعني ايه matrix reduction يعني table بتاعي أو matrix بتاعتي بعمل خلاله عمليات subtraction and addition يعني يعني أنا بعمل بطرح بعض القيم وبجمع بعض القيم يعني في قيمة هترحها داخل الصفوف مثلا وداخل الأعمدة وفي قيمة هضيفها أثناء ما بحيل يبقى هتلاقي إن المسألة كلها معتمدة على عمليات subtraction والaddition اللي هتتم يبقى مجموعة numbers كده هتتم من خلال steps سابتة عشان أوصل أو أحول الماتريكس بتاعة المسألة لحاجة اسمها opportunity costless matrix أو matrix of opportunity costless يبقى أنا كده بعمل مجموعة من steps بتشمل عمليات طرح وعمليات جمع لأرقام معينة داخل الـ table هنشوف دي هتتم ازاي طيب بعد ما بعمل الكلام ده بوصل في الآخر إن أنا لما أجي أعمل final assignment opportunity cost دي لكل عملية assignment تبقى بzero يعني لما أخصص الشخص هلاقي إن الرقم اللي أقصاده بzero ده كده هيوصل في نهاية الحل طبعا الكلام ده هيوضح أكتر لما ناخد example بالتفصيل ونبتدي نطبق عليه الخطوات بتاعتنا طيب اللي steps للassignment problem يعني أنا هقلل ال cost مثلا تكلفة التخصيص أو تكلفة assignment طيب هو فيه مسائل assignment maximization آه فيه اللي هي زي إيه لو أنا عايز أزود effectiveness أو أزود efficiency يبقى أنا هنا بتكلم على maximization طب الماكسيمايزيشن دي هل هتختلف في الحل عن المينيمايزيشن آه فيها اختلاف بسيط جدا هنقوله في الآخر هنبتدي نقول إزاي أحول مسألة الماكسيمايزيشن لمسألة منيمايزيشن بمعنى إن اللي هعرضها دلوق هي steps لمسألة assignment بتشتغل على objective function عبارة عن منيمايزيشن طيب أول خطوة احنا اتفقنا إن أنا هديكم داخل المسألة ما يسمى ب الماتريكس أو table of assignment يبقى أنا هديك table في بداية المسألة بيسمى assignment table أو assignment matrix أول خطوة بعملها إن أنا بعمل subtracting لل smallest number in h row يعني بعمل خطوة كده هنسميها error reduction يعني إيه row reduction أنا عندي مثلا ثلاث صفوف اللي هما ثلاث أشخاص أنا محتاج إن أنا أعمل لهم assignment أو أعمل لهم عملية تخصيص يبقى فيه ثلاث صفوف طيب الثلاث صفوف دول كل صف مكتوب فيه رقم يعني costis أو التكاليف يعني سيه مثلا لقيت إن الصف الأولاني مكتوب فيه ثلاثة وسبعة وعشرة طيب بعمل إيه بدور على أصغر رقم في كل صف يبقى أنا الثلاثة والسبعة والعشرة أصغر رقم هو مين الثلاثة طيب بعمل فيه إيه بطرحه اللي موجودة في الصف يعني هطرح الثلاثة من الثلاثة هيديني زيرو وهطرح الثلاثة من السبعة هيديني أربعة وهطرح الثلاثة من العشرة هيديني سبعة الخطوة دي بسميها إيه بسميها الرو ريداكشن إن أنا بطرح أصغر رقم في الصف من كل الأرقام في الصف طيب أنا كده عملت عملية السابتراكشن الأولانية طيب نفسي الكلاب أنا عندي مجموعة من الكولم أو الأعمدة الأعمدة دي بتمثل مين؟ بتمثل التاسكس أو الجوبس اللي أنا عايز أخصص لها الثلاث أفراد طيب سي مثلا إن كل عموت فيه ثلاث أرقام برضو طيب عندي مثلا ثمانية و عشرة و اتناشر يبقى أنا هدور على ال smallest number أقل رقم في العمود التمانية مثلا طيب التمانية دي هعمل فيها هترحى من كل الأرقام اللي موجودة في العمود كل الأرقام اللي موجودة في العمود يعني إيه؟ يعني أنا هبتدي أشوف أصغر رقم وابتدي أطرح منه الأرقام كلها يبقى التمانية دي هترحى من نفسها هتديني زيرو هترحى من العشرة هتدي اتنين هترحى من الاثناشر هتدي اربعة يبقى أنا كده ابتديت أعمل خطوة بتسمى الكولم ريداكشن يبقى أنا بابتدي أعمل عملية سابتراكشن للكولم طيب بعد ما عملت الكلام ده ايه الملاحظ من الخطوطين دول الخطوطين دول لما أنا اخترت أقل رقم في الصف وطرحته من كل الأرقام وأقل رقم في العمود وطرحته من كل الأرقام ابتدى يظهر مجموعة من الزيروز في مجموعة أرقام أو مجموعة أصفار ابتدت تظهر داخل الماتريكس طيب مجموعة الأصفار دي الخطوة اللي بعد كده ببتدي أعمل ايه ببتدي أعمل حاجة اسمها covering ليه الـ all zeros with minimum number of horizontal of vertical line يعني ايه يعني أنا دلوقت الصفوف ظهر فيها zeros أو أصفار والأعمدة ظهر فيها zeros أو أصفار هبتدي أعمل covering هغطيها بخطوط هغطيها بأقل عدد من الخطوط يعني ايه يعني سيه مثلا إن أنا عندي الصف الأولاني فيه صفرين والصف الثاني فيه صف والصف الثالث فيه صف وأنا عايز أغطي الأصفار دي كلها بس بأقل عدد ممكن من الخطوط هغطيها ازاي هتلاقي إنه ممكن واحد يروح مغطي الصف الأولاني بخط الصف الثاني بخط الصف الثالث بخط يبقى هو كده استخدم كم خط استخدم ثري لائنز طيب فيه واحد تاني ممكن يغطي الأصفار دي بعدد أقل إزاي ممكن يجي عند أول رو أو أول صف يغطي الأصفار اللي فيه بخط ويجي الصفرين اللي موجودين في الصفين اللي بعد كده تحت بعض فيبتدي يغطيهم بخط رأسي يبقى هو كده غطي الصفرين بتقصفين دول بخط والصفرين بتقصف ده بخط فكده استخدم كم خط استخدم خطين بس فأنت دايما بتدور على أقل نمبر من الخطوط يغطيلك الأصفار اللي نتجت في المسألة طبعا الكلام ده هنشوفه ازاي بالخطوات دلوقت حلو بعد ما غطيت الأصفار بتعمل إيه بتعمل اتشيك اللي اتشيك ده هو عبارة عن إيه انت بتشيك على الاوبتيماليتي يعني ايه الاوبتيماليتي لو عدد الخطوط اللي انت عملت بيها كافرينج للزيروس طلعب بتساوي عدد الصفوف وعدد الأعمدة بتاعت الماتريكس يعني الماتريكس أوردر يعني لو الماتريكس ثلاث صفوف ثلاث أعمدة وعملية الكافرينج اللي تمت كانت ثلاث خطوط يبقى انت كده وصلت للأوبتيمال سيليوشن او للشكل النهائي اللي هتعمل عليه الأسايمان طيب لو حصل ان عدد الخطوط أقل من الماتريكس يعني انا دلوقت غطيت الأصفار اللي كانت موجودة بخطين والماتريكس فيها ثلاث صفوف وثلاث أعمدة يبقى انا كده عدد الخطوط أقل من درجة الماتريكس يبقى في الحالة دي هتقول لي روح لخطوة رقم كام رقم ثلاثة لان انت كده ما وصلتش للحل النهائي طيب بعد كده لو روحت للخطوة رقم ثلاثة بيقولك اعمل ايه بقى بتعمل حاجة اسمها الريفايز للبرزنت اوبورتيونيتي كوستيبو اللي هو هتعمل تعديل على الماتريكس حلو نركز كده شوية هو الماتريكس انا عملت ايه انا غطيت الزيروس بايه بخطوط فغطيت مثلا بخطين خط افقي وخط رأسي واللي اتنين متقطعين مع بعض الخطين دول طيب الارقام اللي داخل التيبل كده او الماتريكس في ارقام معمولها كافرينج وارقام انكافرينج او انكافرد يبقى في ارقام اتعمل عليها خطوط وارقام بدون خطوط فهو بيعمل ايه في الستاب دي بيدور على اصغر رقم من الارقام اللي ما تغطيتش اللي هي الانكافرد نمبر طيب وبعد ما يعرف اصغر رقم يطرحوا من كل الارقام اللي ما تغطيتش او اللي ما تعملهاش كافرينج وبعد كده يضيف الرقم ده على الانترسيكشن بتاع الخطوط تاني احنا بعد ما عملنا خطوة الرو ريداكشن والكولام ريداكشن وعملت الكافرينج للالزيروس هبتدي اعمل ايه هبتدي اتشك على الاوبتماليتي لو الاوبتماليتي ما تحققتش ان عدد الخطوط اللي مغطية الزيروس بتساوي درجة الماتريكس يبقى انا هروح للخطوة رقم 3 في الخطوة رقم 3 هلاقي ان فيه عدد من الارقام متغطي بخطوط وعدد تاني انكافرد في الحالة دي هدور على الارقام الانكافرد وابتدي اشوف مين اصغر رقم فيها واطرحه من كل الانكافرد نامبر تمام يعني بعمله سابتراكشن من كل الانكافرد نامبر وبعمله اديشن او بجمعه على الانترسيكشن بتاع الخطوط يبقى الخط ده والخط ده متقطعين بجمعه على الكلام ده بعد ما عملت الخطوة دي برجع تاني اشيك على الاوبتماليتي تحققت ولا لا لو ما تحققتش بعمل revise تاني and so on لحد ما وصل للفاينال solution طبعا الكلام ده هيبن قوي في اكزامبل وهتلاقوه سهل جدا وما فيهش اي حاجة دي الطريقة اهي الطريقة بتقول لي set up cost table for problem step one ان انت بتعمل سابتراكشن ل اللي احنا قلنا عليها error reduction ثم بعمل سابتراكت ل smallest number in each column يبقى ده كده اللي هو قلت عليه ال column reduction بعد كده step two بتعمل covering لكل الزيروس لو انت طلع الحل بتاعك وعملت check وتلع انه هو not optimal يبقى انت هتروح لحتة ال revise اللي كنا بنتكلم عليها ان انت بتدور على uncovered numbers وتشوف اصغر رقم وتطرحه من كل uncovered numbers وتضيفه على intersections sections ولو ما كانش بعد كده بتروح راجع تشك على optimality لو تمام وoptimal يبقى هتروح للخطوة الاخيرة الخطوة الاخيرة ايه هي tomment ان الحل بتاعك optimal هتبتدي تعمل عملية assignment عملية assignment بتقولك ان انت بتدور على الصف او العمود اللي بيحتوي على unique zero اللي هو ايه اللي هو فيه 0 1 يعني انت هتدور فين الصف او العمود اللي فيه 0 1 وبعد كده العمود او الصف اللي هتلاقيه فيه 0 1 هتحط الصف ده جوه مربع وتشطب الصف والعمود بتاع الصف ده وبناء عليه تقول عملية التخصيص person 1 اتخصص لمشروع كامل طبعا عشان منطهش اكتر احنا ممكن نبدأ بexample نشوف الكلام ده example 1 example 1 بيقول ان انا عندي حاجة اسمها fax ad shop متجر عنده 3 rush project to repair عنده 3 مشاريع اصلاح كده سريعة او maintenance سريعة التلات مشاريع دول هو بيمتلك 3 persons هو عنده 3 اشخاص هو عنده 3 مشاريع يبقى دي كأنها التاسكس وعنده 3 persons دول البيبول اللي هيتخصصو طيب ال persons دول with different talents and abilities ديهم skills او قدرات معينة مختلفة عن بحضها فمعنى كده ان الكاست بتاعته ما تختلف طيب ال owners objective الهدف لصاحب الشوب ده او صاحب المتجر ده انه هو to assign the three project to the workers هو عايز يخصص التلات مشاريع دول للتلات افراد دول with lowest cost يعني هو عايز objective function بتاعته انه يحقق minimization ل cost بتاعتي طيب الكلام ده هيتم ازاي هو مديني given هنا table يبقى ده كده الجدول بتاع المسألة اللي هو قلنا علي مين اللي قلنا عليه assignment table او assignment matrix طيب هو مديني هنا ادي three persons اي اللي adams وbraun وكوبر يبقى دول التلات اشخاص او three people بتوين ومديني three tasks او three project project one project two project three ومديني مجموعة التكاليف يعني ايه يعني انا لو خصصت ادم للمشروع number one المفروض ان انا ادفع او اتكلف cost مقدرة 11 دولار لو خصصت لمشروع number two المفروض يبقى 14 دولار لو انا خصصت للمشروع three يبقى six دولار يبقى هو مديني تكلفة تخصيص كل person لكل project طيب نبتدي الخطوات بتاعة الطريقة بتاعة الهنجاريان method الطريقة بتقول لي step one step one بتقول لي ان انا هعمل raw reduction يعني ايه raw reduction انا عايز اجيب حاجة اسمها raw opportunity cost table عايز احول الtable ده لtable جديد بعد ما اعمل reduction للرو حلو نفتكر بقى الخطوات اللي قلناها اول خطوة بتقول لي ان انا بمسك صف صف الصف الاول بشوف اصغر قيمة موجودة في الصف هنا عندي 6 و14 و11 يبقى اقل القيمة هي مين ال6 يبقى انا هطرح ال6 دي من كل القيم الموجودة في الصف يبقى انا هطرح 6 من 6 هتديني 0 14 ناقل 6 هتديني 8 11 ناقل 6 هتديني 5 ده الصف الاول طيب الصف التاني اقل قيمة في الصف ده هي مين التمانية يبقى انا هطرح 8 من 8 هتديني 0 10 ناقل 8 هتديني 2 11 ناقل 8 هتديني 3 بعد كده الصف الاخير اقل قيمة هي 5 الصف التاني نفس الكلام كان هنا اصغر قيمة 8 لما طرحت 8 من 8 ادتني 0 طرحت 10 من 8 ادت 2 طرحت 11 من 8 ادت 3 بعد بعد كده القيمة القيمة الثالثة اقل قيمة 7 يبقى انا لما طرحت 7 من 7 ادت 0 12 ناقل 7 ادت 5 و 9 ناقل 7 ادت 2 يبقى دي اول خطوة من خطوات مسألة الassignment اللي هي المنميزيشن طيب لما انا عملت كده كده عملت اول خطوة اللي هي مين error reduction هنا انا كتب لك ان opportunity cost of assigning couper ادي couper اللي هي to project 2 اللي هي الخمسة دي فكتب لك الخمسة دي جات منين هي لك ان الخمسة دي هو انا لما طرحت ال 12 نقص 7 قدت خمسة يبقى دي اول خطوة بتعملها في مسألة الassignment طيب بعد كده بعمل حاجة اسمها column reduction اللي هو هطلع حاجة اسمها total opportunity cost table اللي هو هشتغل على مين هشتغل على الجدول اللي انا وصلت له بعد row reduction ماليش دعو بالجدول الاول انا خلاص وصلت للstep دي يبقى انا هبدأ من بعد row reduction حلو هبص على column ده و column ده و column ده هنا اقل قيمة في column ده هي مين الزيرو يبقى انا هطرح 0 نقص 0 هيديني 0 3 نقص 0 هيديني 3 0 نقص 0 هيديني 0 يبقى ال column ده مش هيتغير طب هنا ال column ده اقل قيمة هي مين الاتنين لما اطرح 5 نقص اتنين هيديني ثلاثة اتنين ناقص اتنين هيديني صفر تمانية ناقص اتنين. تمانية ناقص اتنين هيديني ستة. هنا اقل قيمة زيرو فهلاقي الكولم مش هتغير. يبقى هلاقي ان الكولم ده هو اللي هتغير. اللي هو هيبقى ستة زيرو تلاتة. اهو ستة زيرو تلاتة والاتنين كولم التانيين زي ما هم. يبقى انا كده عملت ما يسمى بالكولم جميل. بعد ما عملت خطوة الكولم ريداكشن بتجه ان انا اعمل الكافرينج لزيرو اهي. ده التيبل اهو. ده التيبل اللي انا وصلت له اهو. اهو اخر حاجة بعد الكولم ريداكشن. هنقلو اهو زي ما هو. طيب. هشتغل عليه. بيقول لي ايه? كافر اول زيرو. وز ايه? وز مانيمم نمبر of horizontal or vertical line. هغطي الصفار اللي موجودة داخل الماتريكس دي باقل عدد من الخطوط. طيب نفكر بقى شوية. هنا في الرو الاول في صفر. الرو التاني في صفرين. الرو التالت في صفر. واحد ممكن يستسهل ويروح عامل ايه? يعمل خط كده يغطي الصفر ده. ويعمل خط هنا. يروح مغطي الصفرين دول. ويعمل خط هنا. يروح مغطي الصفر التالي. كده هو غطى الماتريكس او الاصفار بكم خط? بتلت خطوط. طب درجة الماتريكس دي قدي ايه? تلت صفوف في تلت اعمدة. يعني معناها ان عدد الخطوط equal عدد مين? او درجة الماتريكس. لو هو اتحققت عنده الحالة دي يبقى هيقول انا وصلت للoptimal solution ويبتدي يخلص المسألة. طبعا الكلام ده مش صح? انا لازم اشيك على كل الاحتمالات. يعني ايه? يعني هل في عدد اقل من الخطوط ممكن يغطي لي الصفر? اه. طيب هو واحد تاني ممكن يعمل ايه? الطالب الاولاني غطى الخط ده. عمل خط هنا غطى الصفر ده. وخط هنا غطى الصفر ده. وخط هنا غطى الصفر ده. زيميله التاني عمل ايه? غطى الكولام ده فغطى الصفرين. وغطى الكولام ده. فغطى الصفر ده. وغطى الكولام ده. فغطى الصفر ده. برضو عمل ثلاث خطوط. طب الطالب التالت بقى عمل خط رأسي كده vertical. فغطى الصفر ده والصفر ده. وجاء هنا ارى عمل خط افكي. فغطى الصفرين ده. فبالتالي ايه اللي حصل? هو غطى الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط. يبقى انا لازم اشيك ايه? اقل عدد ممكن من الخطوط يغطي الاصفار. اهو. ادي الكافرينج لاين الاولاني. يبقى انا غطيت الاصفار دي. وادي الكافرينج لاين التاني. يبقى زميلك التاني اللي غطى بثلاث خطوط. هتبقى المسألة بتاعتهم الصح. مش هيقدر يوصل للحل الصح في الاخر. انت بتدور على منمم نمبر او هوريزونتل او فيرتكال لاين اللي تغطي بيه او تعمل بيه كبير. جميل. يبقى دي الخطوة التالتة. طيب بعد الخطوة دي بتعمل ايه? بتعمل تشك على الاوبتيماليتي. واضح جدا ان ان انا ما حققتش الاوبتيماليتي. ليه? لان اقل عدد من الخطوط ما بيسويش درجة الماتريكس. الماتريكس فيها ثلاث صفوف وتلاث اعمادة. لكن عدد الخطوط اتنين. يبقى انا هنا شرح لك هنا حتة التست for the optimal assignment. ان انت بتوجد المانيمم نمبر اوف ستريت لاينز نسيساري تو كافر او زا زيروز انزا تيبل. لو النمبر اوف لاينز ده اكوال النمبر اوف رو اور كولام. يبقى الاوبتيمال سيديوشن هاس بين ريتشد. يبقى ده القاعدة اللي انا هاعتمد عليها انا وصلت للحل الاوبتيمام ولا لا. انا هنا طبعا ما وصلتش للحل الاوبتيمام. لبقى انا اقول ايه? اهو? انا وصلت للشكل ده. فاقوله ايه? هقوله بما ان المانيمم نمبر اوف كافرينج لاين هم كم خط? خطين. اقل من الماتريكس اردر. اللي هو الماتريكس اردر التلاتة. اللي هو ثلاث صفوف وثلاث اعمدة. يبقى بالتالي so not optimal solution. طالما ما فيش optimal solution حصل. يبقى انا هروح لستيب نمبر فور. اللي احنا قلنا عليها. اللي ستيب اللي بعد كده. بتقولي ايه بقى? نبص على اللي ستيب اللي بعد كده. انا وصلت ان عدد الخطوط اقل من درجة الماتريكس. طيب. اصبح هنا في مجموعة من الارقام اللي اتعمل لها كافرينج. ومجموعة ارقام انكافرد. يبقى دول انكافرد. وده اتعمل له كافرين. طيب الخطوة بتقولي ايه بقى? subtract. اللي smallest انكافرد نمبر. اطرح اقل انكافرد نمبر. منين? from itch aligned number. من كل نمبر مش معمول عليه خط مش متغطي. and add it to intersection. طب عشان ما نطلق باتش نرجع. فين الانكافرد نمبرز? الخامسة والستة والتلاتة والاتنين. حلو. مين المانيمام نمبر في الارقام اللي ما تغطيش? الاتنين. الاتنين دي تطرح من مين? من الانكافرد نمبرز. يعني انا لما اطرح اتنين من اتنين تدي زيرو. لما اطرح تلاتة من اتنين تلاتة ناقس اتنين تدي واحد. ستة ناقس اتنين تدي اربعة. خمسة ناقس اتنين تدي تلاتة. طيب ده القاعدة الاولانية. نو بيقولي اطرح اقل انكافرد نمبر من كل الانكافرد نمبر. طب الكافرد بقى. الكافرد هتنزل زي ما هي. معاه ده حاجة واحدة. الارقام اللي عند الانترسيكشن. مش الخط ده. تقاطع مع الخط ده. يبقى الخط الاخضر اتقاطع مع الخط البنفسيجي. فهو بيقولي ايه في القاعدة بتاعتي? بيقولي اد ات تو انترسيكشن. انا اخترت هنا ان اصغر الرقم هو مين? الاتنين. الانترسيكشن هنا مفيش دور انترسيكشن واحد. اللي هو التلاتة. هضيف له الاتنين. فالرقم ده يبقى خمسة. تاني. الخطوة دي اهيه. لما تنفزه. بصوا بقى. الرقم ده بقى كام? بقى تلاتة. وده زيرو. وده زيرو. ليه? بصوا كده. اقل رقم من الارقام الانكافرد هو الاتنين. لما اطرحوا من الخمسة هيدي تلاتة. ده طبعا مش هيحصل فيه حاجة لان ده كفرت. هينزل زي ما هو. ده كده لما يطرح منه الاتنين يديني زيرو. يبقى ده يدي تلاتة زيرو زيرو. اهو. تلاتة زيرو زيرو. نجي علي بعده. ده انكافرت. فهطرح منه الاتنين. ليه? اصغر رقم. ستة ناقص اتنين اربعة. الصفر ده ينزل زي ما هو. التلاتة ناقص اتنين بواحد. ده يبقى يديني. اربعة زيرو واحد. اهو. اربعة زيرو واحد. طيب بعد كده. الرقم ده كفرت. مش هطرح منه حاجة. والرقم ده كفرت. مش هطرح منه حاجة. بس الرقم ده انترسيكشن. تقاطع من الخط ده مع ده. فالتلاتة دي القاعدة بتقول لي. اد الرقم الصغير. اللي هو الاتنين. لما اضيفه هيبقى خمسة. فهيطلع علينا. صفر خمسة صفر. اهو. صفر خمسة صفر. يبقى انا كده وصلت لي الشكل اللي قدامي بعد ما طبقت القاعدة. طيب. ده كده الفرست ترايل او المحاولة الاولانية او الريفايس الاولانية. هبتدي اعمل ايه بقى? اكرر الخط ورقم اتنين تاني. ان انا هغطي الاصفار. حلو. انا ممكن اغطي هنا بخط. وهنا بخط. وهنا بخط. ادي تلات خطوط. طيب هل في اقل? طيب انا ممكن اغطي الصف ده بخط. وغطي ده بخط. وغطي ده بخط. تلات خطوط. طيب انا لو غطيت ده بخط. خط افك كده خط. خطين. بس بقي سفره ما اتغطاش. يبقى انا لو دورت. في كل المحاولات هلاقي اقل عدد ممكن تلات خطوط. مفيش اقل من كده. اهو. فانا رحت اعمل ايه? cover again all zeros with minimum number of horizontal or vertical line. and check optimal solution. اهو. غطيت ادي covering line الاولان. غطيت. ادي covering line التاني اللي غطى zero. لقيت ان الزيرو ده باقي لوحده. فلازم انا اغطي اهو. يبقى انا عملت كام? كام خط? تلات خطوط. هل في عدد اقل من ده? لا. لو انا دورت. وحاولت في اكتر من محاولة. هلاقي ان اقل عدد من الcovering lines هما الثلاث خطوط دول. فبالتالي. هروح عمل اللي تشيك اهو. هقوله. المنمم number of covering line equals three. اللي هو بيساوي الماتريكس order. اللي هو ثلاث صفوف وثلاث اعمدة. طالما الكونديشن ده تحقق ان عدد الكافرينج لائنز بيساوي الماتريكس order. يبقى. so the solution is optimal. يبقى انا كده وصلت للoptimal solution. طب وطالما وصلت للoptimal solution. يبقى انا هبتدي اعمل عملية الفاينال assignment. التخصيص. انا عايز اقول. ادم هيبتدي يشتغل مع اني بروجيكت. براون هيوصل لاني بروجيكت. كوبر هيتخصص لاني بروجيكت. يبقى انا كده وصلت للoptimal solution. التابل ده بقى بارقامه هاخده اشتغل عليه الفاينال assignment. يعني بعد ما اتأكد ان ده الفاينال او الoptimal solution. هبتدي اشيل الخطوط دي بقى واشتغل على الارقام اللي موجودة. اهو. making the final assignment. الفاينال assignment بتقول لي ايه? ان انا باجي على الصفوف والاعمدة. ودور على العمود اللي بيحتوي على 0 واحد او الصف اللي بيحتوي على 0 واحد اللي هو بسميه اليونيك زيرو. اهو. يعني انا وصلت للشكل ده. الصف ده فيه كم صف? صفر واحد. طيب. الصف ده فيه صفرين. صفر وصفر. الصف ده فيه صفرين. صفر في الاول وصفر في الاخد. يبقى اليونيك رو هو ده اللي هو بيحتوي على صفر واحد او الاعمدة ده كده في صفرين ده كده بيحتوي على صفر واحد ده كده صفرين يبقى اليونيك كولم هو مين العمود ده يبقى انت يا اما هتبدأ من عند الصفر اللي في العمود رقم اثنين او من عند الرو اللي موجود في الصف رقم واحد طيب هبتدي اعمل ايه باجي عند الصف او العمود اللي بيحتوي على صفر واحد واروه عامل عليه مربع كده اهو بصوا بقى كده ادي الحل بتاعي خلينا هنا في الجنب ده الاول ادي التلات اشخاص ادامس وبراون وكوبا يبقى انا اعمل ايه هاجة بص ادي الارقام النهائية اللي انا وصلت لها وقلت ان ده الoptimal solution الصف ده فيه 0 1 الصف ده فيه 0 2 الصف ده فيه 0 2 يبقى الرو اللي يعتبر هو with unique 0 هو ده يبقى انا هاجة عند الزيرو بتاعه واعمل كده مربع هتروح رسملي مربع حواليه طيب وبعد ما عملت مربع بتشتب العمود والصف اللي موجود فيه 0 تاني بعد ما وصلت للoptimal solution بتيجي عند الصف او العمود اللي بيحتوي على 1 0 اللي هو ال unique 0 وتروح اعمل عليه مربع مجرد ما انت عملته مربع على الصفر ده معناها ان ادم اتخصص لبروجيكت 3 يبقى ادم هيشتغل في بروجيكت رقم 3 تمام طيب عشان اكمل واعرف براون هيشتغل في مشروع واحد ولا اتنين واعرف كبر هيشتغل في مشروع واحد ولا اتنين فباشتب العمود اللي فيه الصفر والصف اللي فيه الصفر اهو تاني خطوة هي ادي الصفر اللي انا اخترته هاشتب الصف بتاعه واشتب العمود بتاعه لما شطبت كده دول خلاص خرجوا من اللعبة معاه وعرفت ان كده ادم اتخصص لمين لبروجيكت 3 طيب بعد كده هبص على الارقام اللي فضله فين الصف او العمود اللي بيحتوي على 1-0 الصف ده فيه صفرين بينما الصف ده فيه كام صفر واحد او هتقول لي العمود ده فيه صفرين والعمود ده فيه صفر واحد طيب اختار اللي يعجبك هيطلع صح طيب لو انا اخترت الصف اللي هو فيه صفر واحد هتقول لي اهو هحط حواليه مربع طالما عملت حواليه مربع معناها ايه معناها ان كوبر اتخصص لمشروع رقم واحد يبقى كوبر كده اتخصص لمشروع رقم واحد بعد ما عملت على حوالي مربع اشطب العمود والصف اللي موجود فيه الصفر ده اهو احنا كنا عملنا الخطوة دي اهي شطبنا دول في الاول واخترنا بعد كده الصفر ده هروح شاطب العمود واروح شاطب الصف اللي موجود فيه الصفر يبقى كده كوبر اتخصص لمشروع رقم واحد كده مش باقي غير ايه غير الصفر ده يبقى انا هروح عامل حواليه مستطيل كده او مربع يبقى ده الصفر الاخير الصفر الاخير ده بيقول لي ايه بيقول لي ان براون هيتخصص للمشروع رقم 2 يبقى انا فعلا هنا كل مشروع اتخصص له ايه واحد بس يبقى الديماند واحد والسبلاي واحد يبقى انا كده ادم اتخصص لمشروع ثلاثة براون تخصص لمشروع اثنين كوبر تخصص لمشروع واحد طيب معنى كده ده كده الoptimal assignment بتاعي ان Adams to project 3 براون to project 2 and كوبر to project 1 طيب بعد ما عملت الكلام ده انا عايز اخسب total cost الهدف ان انا اعمل minimization طيب ما انا عندي التكاليف دي من الاول عارف ادم لما يتخصص project 3 اتفعله كامل اللي هو في اول المسألة خالص اهو يبقى انا لو رجعت كده الاول المسألة ادي ادم التابل ده اللي انا من الدولة الجامع في المسألة ادم لو اشتغل في المشروع التالت هتدي له كامل 6 دولار طيب براون لو اشتغل هيشتغل على المشروع التاني هتدي له 10 دولار طيب كوبر لو اشتغل في المشروع الاول طيب انت ممكن تلاحظه من البداية قبل ما تبدأ المسألة خالص لو انت فكرت كده شوية وقلتلي دلوقت انا عندي المشروع الاول ادم بياخد 11 دولار براون بياخد 8 دولار كوبر بياخد 9 دولار يبقى المشروع الاول ده تخصص له مين تخصص له براون لانه اقل له cost عندي طيب المشروع التاني احنا عندنا مين عندنا ده بياخد 14 وده 10 وده 12 يبقى انت تخصص له مين تخصص له برضو هنا مين هتخصص له براون فهتلاقي ان براون اتخصص لحاكتين وده طبعا مش مقبول يبقى انت لو حبيت تفكر فيها في البداية وتقول لي طب ما انا ممكن من اعرف مين تخصص لكل مشروع يعني انا قلت المشروع الاول الاول قلت لي ده بياخد 11 وده 8 وده 9 فهتقول لي طب ما انا اخد براون على طول اللي هو بياخد اقل له 1 وفي المشروع التاني طب ما هو براون برضو بياخد اقل له 1 والمشروع التالت هتقول لي كوبر بياخد فبالتالي ما ينفعش تحلها بالنظر من الاول يبقى انا هنا وصلت للتكاليفة ايه يبقى انا هنا لما ادم اتخصص للمشروع رقم 3 يبقى هحطله 6 دولار براون اتخصص للمشروع رقم 2 يبقى 10 دولار كوبر لما اتخصص للمشروع رقم 1 يبقى 9 دولار يبقى لما بص على الكلام ده في الاخر اهو بعد ما وصلت لي الحل النهائي يبقى هتلاقي كده بعد ما عملت ال final assignment plan وقلت مين هيتخصص لأي مشروع هتجيب total labor cost adams to project 3 بتكلفة 6 دولار براون to project 2 بتكلفة 10 دولار كوبر to project 1 بتكلفة 9 دولار يبقى total cost او minimum cost بتاعتي 25 دولار احنا كده اتكلمنا على جزء المينيمايزيشن الخاص بالassignment model او assignment problem يبقى اللي احنا عملناها وطبقناها على ال example اللي اخدناها مع بعض ده كده لو كانت المسألة بتتكلم على balanced وبتتكلم على minimization assignment problem هنا احنا بنتكلم على unbalancing assignment problem ال unbalancing assignment problem زي ما اتفقنا قبل كده او خدنا في مسألة transportation ان كان فيه ما يسمى بالbalanced transportation والunbalanced transportation كنت بحكم على المسألة زي انها balanced او unbalanced المفروض ان انا كنت ببص على total supply والtotal demand لو total supply equal total demand فكنت بقول ان المسألة balanced لو كان total supply او total demand مختلفين كنت بقول ان هي unbalanced transportation problem طيب بالنسبة لل unbalanced assignment problem لو انا بتكلم على حتة unbalanced معناها ايه معناها ان في عدد من الروز اكبر من عدد الكولم او العكس يعني ايه يعني في الexamble اللي فات احنا اتكلمنا ان انا عندي three persons اللي هم قلنا عليهم Adams وراون وكوبر وفي three tasks او three projects يبقى كل person او كل شخص هيتخصص لي one project طيب لو حصل وان عدد الpersons زاد عن عدد التسكس يبقى انا دلوقت لو عدد الpersons اللي هو بيمثل الروز زاد عن عدد التسكس اللي هو بيمثل الكولم يبقى انا في الحالة دي عندي shortage في عدد الكولم يبقى في الحالة دي هضيف ايه dummy كولم يبقى انا لو عدد الاشخاص زاد عن عدد المهام يبقى انا لازم اضيف dummy كولم يمثل ال task او dummy task بتاعتي طيب لو حصل العكس لو انا قلت ان انا عندي نفس الثلاث اشخاص بس عندي اربعة tasks او اربعة project يبقى في الحالة دي هلاقي ان عدد الكولم اكبر من عدد الروز ففي الحالة دي هضطر ان انا ازود ما يسمى بال dummy row او dummy person ان انا احط fake person او حاجة تخيلية زي ما كنا بنعمل في حتة البنس طبعا ال dummy row او dummy column زي ما كنا بنعمله بمسألة transportation ان احنا كنا بنحط قيم ال cost بتاعته equal zero يبقى نفس الكلام هيتعامل هنا طبعا ال example اللي قدامنا لو انا بطبق على example اللي فات اللي هو الفاكس اتشوب اا لو زوت او الفاكس اتشوب ده هذا نظر worker available يعني في زاد معايا people او person زيادة و الشوب ما زال بيمتلك نفس العدد من التاسكس او العدد من البروجيكت اللي عندي هو عنده سري بروجيكت بس طيب الكلام ده بقى لو عدد الاشخاص زاد وعدد التاسكس زي ما هو يبقى انا هتطر اعمل ايه هتطر ان انا اضيف dummy column عشان اعمل balance ل ال ووركر زيبتوى و ازاي الكلام ده ادي التابل الجديد لو انا بصيت في الالي فات كان عندي البرسون بتوعي ادامز وبراون وكوبر وكان في سري بروجيكت وكان في الكوست بتاعت كل برسون بالنسبة لعملات الاسايممانت داخل اي بروجيكت طيب المرة دي انا زودت طيب الشخص او البرسون اللي زاد ده المفروض ان انا حطيت الكوست بتاعته تكاليف بتاعته فاصبح هنا ان في تلات اشخاص و سوري اربع اشخاص وتلات مشاريع او سري تاسكس واحنا اتفقنا ان كل بروجيكت بيتخصص له وان بيرسون او كل تاسك بيتخصص لها وان بيرسون يبقى الديماند بواحد والسابلاي بواحد فبالتالي لما يكون فيه اربع اشخاص وتلات مهام يبقى لازم اعمل دامي تاسك او مهمة وهمية او فيك تاسك طيب الفيك تاسك دي يعبار عن ايه كولم هيتضاف كأن دي المهمة الرابعة او البروجيكت الرابع وحط التكاليف بتاعته بكام بزيرو يبقى تكلفة تخصيص ادمز للضامي تاسك ايقوال زيرو لان دي حاجة ملهاش وجود فبالتالي كده انا عملت بالانس لمين للمسألة طبعا المسألة بمعنى ان انا بعد ما وصلت الشكل ده عندي هبتدي اعمل عليه هبتدي اعمل عليه الخاصة ب ان انا بعمل يعني ايه هشوف كل صف اصغر قيمة فيه واضح جدا ان هنا الصف ده اصغر قيمة زيرو ده كده زيرو ده كده زيرو ده كده زيرو معناها ان الصفوف دي مش هتتغير يبقى انا ممكن الستيب دي الغيها يبقى انت ما تعمل ش ستيب وتزود على نفسك في الخطوات في الحل يبقى انا هنا مش هعمل رو ريداكشن ليه لان رو ريداكشن هيدي نفس الماتريكس دي تاني لان اصغر قيمة هنا قيمة مين قيمة الصفوف طيب يبقى انا هبدأ منين هبدأ من الكولم ريداكشن الكولم ريداكشن اصغر قيمة هنا مين الصفوف يبقى ده ينزل زي ما هو اصغر قيمة هنا الستة يبقى انا اقول ستة نقص ستة زيرو حداشر نقص نقص ستة خمسة سبعة نقص ستة واحد تمانية هنا اصغر قيمة هي العشرة هنا اصغر قيمة هي التمانية يبقى انا بطرح اصغر قيمة من القيمة يبقى في المسألة اللي قدامك دي يبقى انت عشان ضفت دمي كولم هتلاقي ان الرور ريداكشن ما بتتعملش لو انت بقى ضفت دمي رو يعني كان العدد المشاريع اكبر من عدد كنت في الحالة دي هتضيف دمي بيرسون دمي بيرسون كنت هتبقى التكاليف بتاعته بكام بزيرو ففي الحالة دي ما كنتش هتعمل خطوة الكولم ريداكشن يبقى انت ممكن تعمل الرور ريداكشن وتعمل الكولم ريداكشن للمسألة وتكمل كل خطوات المسألة وممكن مسائل تلاقي فيها ان انت مش محتاج تعمل خطوة الرور ريداكشن او خطوة الكولم ريداكشن وممكن تلاقي الخطوتين مع بعض مش محتاجين يتعملوا فتشتغل في حتة الكافرينج على طول يبقى لازم تبقى فاهم عشان ما تضيعش وقتك في عمل خطوة زيادة ومش هتفيدة طيب بعد ما عملت الكلام ده هتبتدي تكمل الحل عادي جدا طبعا المسألة دي زي ما اتفقنا هي مش محلولة فبالتالي ده يعتبر اكسرسايز لك انت تعمله عشان تتدرب على مسائل الاسسايمينت نيجي بقى للنوعية الاخيرة من الاسسايمينت بروبلم اللي هي لما تكون المسألة ماكسيمايزيشن اسسايمينت يعني ايه يعني انا لو في المسألة طالب منك ان انا اعمل ماكسيمايزيشن لا افاشنسي ماكسيمايزيشن لبروفيت ماكسيمايزيشن لا افاكتفنس يبقى الماكسيمايزيشن هبتدي احلها ازاي انا بحول المسألة الاول لمسألة في خطوة كده بعملها قبل خطوات المنمايزيشن وبعد كده ببتدي اشتغل على ان المسألة نفس الخطوات اللي فات طيب نبص على الكلام ده كده لو انا بتكلم على بعض الاسيمايزيشن بروبلمز بقول ان انا عشان احول المسألة من ماكسيمايزيشن بروبلم لجزء المنمايزيشن انا ممكن اكون بشتغل زي ما قلنا على 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 يبقى انا عايز اعمل ماكسيمايزيشن فانت عشان تعمل بتحول المسألة الماكسيمايزيشن لحاجة اسمها اكويفلانت مينيمايزيشن بروبلم طيب الكلام ده ازاي ان انت بتحول كل النمبرز اللي موجودة داخل التابل التابل اللي هندقوا لك جيفن اللي احنا قلنا عليه الاسايممينت تابل او الاسايممينت ماتريكس لازم تحوله للتابل اللي هو بتاع الابورتيونيتي كوستس طيب الكلام ده بيتم ازاي المفروض ان انت بتطرح كل الارقام اللي موجودة في العمود من اكبر رقم في العمود تاني اول ما اديك المسألة فيها ماكسيمايزيشن قبل ما اعمل حتة الرو ريداكشن والكولم ريداكشن والكلام ده كله انا بعمل خطوة الاول في البداية دي بس جس لما تكون المسألة ماكسيمايزيشن وعايزة حولها المينيمايزيشن ان انا بطرح كل الارقام اللي موجودة في العمود من اكبر رقم في العمود من اكبر رقم في العمود فهلاقي المسألة بتتحول لمسألة مينيمايزيشن طيب الكلام ده بقى نشوفه ازاي نبتدي نبص لو انا عندي example 2 هنا بتكلم على مسألة بتكلم على البحرية البريطانية المفروض ان هي بتمتلك 4 ships في اربع صفن يبقى احنا قلنا ان ممكن يكون عندي persons وممكن يكون عندي objects يبقى انا ده كده الobjects دي عايز اخصصها او الماشينز دي عايز اخصصها او اي حاجة عايز اخصصها لعمل معين فانا عندي 4 ships وعندي 4 sectors of the north sea يبقى فيه اربع قطاعات واربع صفو وانا عايز اعمل عملية تخصيص لل4 ships دول عايز اقول كل سفينة هتتخصص لي sector number one sector number two sector number three sector number four طيب الكلام ده هو بيتم التخصيص او assignment بناء على ايه بناء على efficiency in edge sector يعني هو بيلعب على حتة الاعلى في efficiency انه هو عايز يوصل ل maximization لل effectiveness طيب يبقى هو عايز هنا objectives بتاعه او leader او القائد عايز يوصل في الاخر انه يوصل ل greatest overall efficiency يبقى هنا المسألة عرفت ان هي maximization مش minimization طبعا هنا هو مديني ال table الخاص بال efficiencies يبقى هو هنا مش مديني table ل يبقى هو عنده 4 objects اللي هما 4 shapes و 4 sectors يبقى هو عنده 4 صفن وعنده 4 قطاعات A و B و C و D الارقام دي هي efficiencies الخاصة بالصفن دي يعني يعني السفينة رقم واحد لو تخصصت ل sector number A هيبتدي efficiency بتاعتها 20% لو تخصصت لسكتور B 60% C 50% and so on تمام طيب دي كده او ده كده ال table اللي احنا بنسميه اللي هو assignment table او assignment matrix طبعا سيادتك لو ما ما فرقتش ما بين الماكسمايزيشن والمينيمايزيشن وجيت تحل على انها مينيمايزيشن كنت هتبدأ تعمل ايه كنت هتبدأ تعمل row reduction على طول على ال table ده طبعا كان الحل هيطلع لك في الاخر غلق ليه لان دي مش مسألة مينيمايزيشن لو هي مسألة مينيمايزيشن هتبتدي تشتغل من اول ال row reduction طيب هنا ماكسمايزيشن بنعمل ايه بقى القعدة بتقولك عشان تحول مسألة الماكسمايزيشن لمنيمايزيشن بتعمل خطوة في الاول اللي هي ايه ان انا بطرح كل الارقام اللي في العمود من اكبر رقم يعني ايه يعني العمود ده او الكولم ده اكبر رقم موجود هو مين هو التمانين يبقى انا الارقام دي كلها هترحها من تمانين يعني ايه يعني لما قول تمانين ناقص سبعين هيديني هنا عشر تمانين ناقص تمانين هيدين زيرو تمانين ناقص خمسة وسبعين هيدين خمسة تمانين ناقص خمسة وخمسين هيدين خمسة وعشرين يبقى هو هدي خمسة وعشرين هدي خمسة هدي زيرو هدي عشر الخطوة التانية يبقى انا هنا بعمل او بقول خطوة ايه دي اللي زادت عن المسألة اللي فاتت او زادت على مسألة المينيمايزيشن اللي هي ايه ان انا بوجد الاكويفلانت منيمايزيشن بروبلم ان انا بعمل ايه بعمل سابتراكشن لأفري نامبر ان اتشي كولام فروم زالارجيست نامبر افزات كولام اهو طيب اكبر رقم هنا كان تسعين يبقى انا هطرح منه كل الارقام الخمسة وسبعين لما قول تسعين ناقص خمسة وسبعين هيديني خمستاش تسعين ناقص تسعين صف تسعين ناقص ثمانين عشرة تسعين ناقص خمسين اربعين يبقى هو ادي خمستاشر ادي صف ادي عشرة ادي اربعين نفس الكلام نفس الكلام مع الكولام التالت اكبر رقم هو المية يبقى مية ناقص ثمانين هيديني عشرين هيديني صف هيديني سبعين هيديني اربعين هنا اكبر رقم هو التمانين تمانين ناقص خمسة وستين هيديني خمستاشر هيديني صف هيديني عشرين هيديني ستين اهو يبقى أنا كده حولت الماكسيمايزيشن تيبل أو الماكسيمايزيشن ماتريكس لمنيميزيشن بروبل طيب بعد كده أبتدي أشتغل بقى مسألة المنيميزيشن يبقى الخطوة الأولانية دي حولتلي الماكسيمايزيشن بروبلم لإكويفلانت منيميزيشن بروبل أبتدي أشتغل أعمل الرو ريداكشن يبقى الرو ريداكشن دي كنت بعملها أول ستيب في مسألة المنيميزيشن المرة دي هعملها إيه هعملها تاني خطوة طيب أرجع كده لما أعمل الرو ريداكشن يبقى بشوف كل صف أقل قيمة في كل صف قد إيه يبقى أنا كده أقل قيمة في كل صف أقل قيمة هنا خمسة وعشرين أما أطرخ خمسة وعشرين من خمسة وعشرين هيديني صف أربعين نائس خمسة وعشرين هيديني خمستاشر هيديني هنا خمستاشر وهنا ستين نائس خمسة وعشرين هيديني خمسة وثلاثين يبقى أنا كده أول صف هو صف خمستاشر خمستاشر خمسة وثلاثين نفس الكلام هنا اصغر قيمة هي الخمسة يبقى خمسة ناقص خمسة صفر عشر ناقص خمسة خمسة سبعين ناقص خمسة خمسة وستين عشرين ناقص خمسة خمستاشر اهي يبقى صفر خمسة خمسة وستين خمستاشر الصف اللي بعده كله صفار يبقى ينزل زي ما هو هنا أقل قيمة العشرة يبقى صفر خمسة عشرة خمسة اهو صفر خمسة عشرة خمسة جميل قبل ما اعمل خطوة الكلام ريداكشن لازم أبص بسرعة كده بعيني هل أنا محتاجة أعمل كلام ريداكشن لو أنت لاحظت هتلاقي إن الكلام ده كله صفار فمش هيضغية الكلام ده أقل قيمة فيه صفر فمش هيضغية الكلام ده أقل قيمة فيه صفر فمش هيضغية الكلام ده أقل قيمة فيه صفر فمش هيضغية فأنت مش محتاج إن أنت تعمل خطوة مين خطوة الكلام ريداكشن يبقى أنا كده هبتدي أتجاهل خطوة الكلام ريداكشن يبقى أنا بص نقلت منين من الرو ريداكشن ما عملتش كلام ريداكشن أنا عملت إيه على طول عملت يعني خط الجدول ده مباشرة هشتغل عليه ان انا اعمله كافرينج بدون ما اعمل حتة اه طيب هعمل الكلام ده ازاي بقى هبص كده اقل عدد من الخطوط ممكن واحد يجي يعمل ايه? يروح مغطيلي في خط هنا ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ويقول لي ان عدد الكافرينج لاين اربعة وعدد الصفوف بتاع الماتريكس والاعمدة بتاعت الماتريكس اربعة ويروح يقول لي كده تمام كده انا وصلت لل طبعا الكلام ده غلص لان فيه مانيمال نمبر اللي هو ايه? ممكن واحد زميلك تاني يجي يقولك طب انا هغطي خط اوفك ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة طيب انا ممكن ايه? الحل التالت اغطي الاربعة اصفار دول بخط والاربعة اصفار دول بخط يبقى انا كده عملت ادي اول خط ودي تاني خط يبقى انا كده غطيت الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط طبعا بعد ما عملت الكلام ده اتفقنا بعمل مين اللي تشيك بقول المانيمام نمبر اوف كافرينج لاينز ايقوال تو بينما الماتريكس اردر ايقوال فور عدد الصفوف وعدد الاعمال ده بتاعت الماتريكس اربعة يبقى الاردر بتاع الماتريكس اربعة. سو السيديوشن از نوت اوبتيمال طيب لما السيديوشن نوت اوبتيمال بروح لي مين للخطوة اللي بعد كده الخطوة بتقولي ايه? بتقولي ان انت بتبص على الارقام اللي ما اتغطيتش. وتدور على اصغر رقم في الارقام دي. اصغر رقم هنا هو مين? هو الخامسة. وتطرحوا من كل الارقام اللي ما اتغطيتش. وتضيفوا على الانترسيكشن. يبقى انت كل اللي هتعملو كل الحاجات اللي اتغطيت دي هتنزلها زي ما هي. ما عدا الانترسيكشن. هتضيف له اصغر رقم من الارقام اللي ما اتغطيت. يعني السفر ده لما اضيف له الخامسة هيبقى خمسة. والارقام دي كلها هترح منها الخمسة. يعني الخمسة وتلاتين هتبقى تلاتين. خمستاشر هتبقى عشرة. خمستاشر هتبقى عشرة. الخمسة دي هتبقى زيرو. خمسة وستين هتبقى ستين. خمستاشر تبقى عشرة. الخمسة زيرو. والعشرة تبقى خمسة. والخمسة زيرو. اهو. يبقى انا subtract the smallest uncovered number from each aligned number and add it to intersection اهو ده اللي تم يبقى اللي تم اهو لو انترجعت للارقام دي هتلاقي ان ده كان 35 لما طرحت منه 5 بقى 30 الرقم اللي جنبه كان 15 لما طرحت منه 5 بقى كام بقى 10 اللي جنبه كان 15 طرحت منه 5 بقى 10 الصفر ده كان الخط اللي متغطي ده مع الخط اللي كان متغطي ده كان عامل الانترسكشن هنا بصفر فالانترسكشن هنا انا اضفطله من الخمسة طبعا ابتدى يظهر الخمسة دي هتبتدي تعمل ايه dcovering zeros مرة تانية يبقى انا هعمل covering zeros مرة تانية عدد الخطوط اللي ممكن اغطي بيا لو انا غطيت كده الاعمدة كلها هتلاقيهم اربع خطوط طب لو غطيت افقي للصفوف هلاقيهم اربع خطوط طب لو حاولت ااخد خط كده وخط كده وراحت اعمل خط افقي كده ادي تلاتة هلاقي الصفر ده ما تغطاش فلازم ما ناخده بخط رابع فهلاقي ان كل المحاولات بتاعتي عشان اعمل كافرينج هي كلها ايه اه 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 ازيرو اه ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة يبقى هلاقي ان المنموم نمبر اف كافرينج لاينز اكوال فور اللي هو بيساوي مين الماتريكس اردر طب وطالما هو بيساوي الماتريكس اردر يبقى انا كده وصلت المين للأوبتيمال سيليوشا طيب انا وصلت للأوبتيمال سيليوشا ابتدى ده الجدول او التابل النهائي اللي انا هعمل عليه عملية الاسايمانت ازاي هاجي كده الجدول اكتبه بقى ده الجدول النهائي شيلت خلاص من عليه الاربع خطوط لان انا اطمنت ان ده الاوبتيمال سيليوشا بتاعي طيب اتفقنا بعمل ايه بضور على الصف او العمود اللي بيحتوي على وان زيرو او يونيك زيرو طيب الصف ده بيحتوي على سفر واحد الصف ده بيحتوي على سفرين الصف ده تلات اصفار الصف ده تلات اصفار الكولام ده سري زيروز ده سري زيروز ده وان زيرو وده تو زيروز يبقى الكولام ده ينفع ان انا ابدأ منه والصف ده ينفع ان انا ابدأ منه فهفترض ان انا هبدأ هنا اهو يبقى ده اول صف هروح حطه جوا مربع طيب حطته جوا مربع معنى ان shape 1 خلاص تخصصت لsector ده يبقى انا معنى كده ان انا shape 1 دي خلاص خلص طيب هعمل ايه هروح شاطب العمود والصف اللي موجود فيه صف اهو يبقى انا هشط بالصف و هشط بالعمود يبقى انا كده شطبت العمود والصف اللي موجود فيه صف بعد كده متبق المنطقة دي هبص كده فين الصف او العمود اللي بيحتوي على اليونيك زيرو هلاقي الصف او العمود اللي بيحتوي على اليونيك زيرو اهو الصف ده بيحتوي على زيرو واحد يبقى انا هروح عامل مربع طيب المربع ده بيقول لي ايه ان الشاب نومبر تو اتخصصت لسكتور سي يبقى انا كده هروح حازف الصف والعمود اللي موجود في صف ادي كده وادي كده يبقى انا كده شطبت دول بعد كده فاضل دول ده صف فيه تو زيروس وده صف فيه وان زيرو يبقى انا هبدأ من الصف اللي بيحتوي على الوان زيرو او اليونيك زيرو اهو يبقى انا كده معناها ان الشاب فور اتخصصت او اتعمل لها السكتور ايه هروح شاطب الصف والعمود بتاعه اهو ادي العمود ودي الصف مش باقي غير مين غير الزيرو ده لما حط عليه مربع يبقى معناها ان شاب سري اتخصصت السكتور بي طبعا لو انت حالل والحل بتاعك فيه اي غلطة اصناع ما انت بتحل ممكن تلاقي ان فيه اه اوبجيكت او بيرسون اتخصص لأكتر من مشروع فبالتالي معنا كده ان الحل بتاعه غلط ليه؟ لان احنا اتفقنا انه هو وان سابلاي ووان ديمان يبقى انا كل بيرسون او كل اوبجيكت هيتخصص لي وان تاسك او اه مهمة واحدة او جوب واحد يبقى ده كده الفاينال اسايم مانت بتاعي يبقى انا كده عملت الفاينال اسايم مانت بلان اجي بقى اقول السليوشن الاوفر اول افشيشنس احنا خلاص وصلنا هنا ان واحد هتتخصص لدي اتنين هتتخصص لسي تلاتة هتتخصص لبي واربعة هتتخصص لإيه يبقى انا لما ابتدي اعمل الاوفر اول افشيشنس يبقى واحد تو سيكتور دي اتنين تو سيكتور سي تلاتة تو سيكتور بي اربعة تو سيكتور ايه ارجع بقى من التيبل الاولاني اشوف شيب وان لو تخصصت لسيكتور دي كفاقتها كام اهو لو انا ارجعت وارا خالص كده عند بداية الاكزامبل هلاقي ايه هلاقي ان انا عندي ان واحد لما تتخصص ليكتور دي بتبقى الاوفيشنس بتاعتها خمسة وخمسين في المية اتنين لما تتخصص لسي كفاقتها تمانين في المية تلاتة لما تتخصص لبي كفاقتها مية في المية اربعة لما تتخصص لإيه كفاقتها خمسة وستين في المية اهو هتلاقي ان دا كده الفاينال سليوشن بتاعي او الفاينال اسايمين manifest اللي عملناه وبناء عليه جبت الـ Overall Efficiency 55-80-165 يبقى Total Efficiency بتاعتي بـ 300 يبقى ده كده نتيجة الأسايم منت بروبلم أو الأبتمايزيشن اللي عملتها من خلال عملية الأسايم منت وكانت المسألة عبارة عن ماكسيمايزيشن يبقى ما تنساش أنه أنت وإنت بتحل مسألة ماكسيمايزيشن أن أنت تحولها الأول لمسألة ماكسيمايزيشن عن طريق الخطوة اللي قلنا عليها أن أنا بترح كل الأرقام اللي موجودة في العمود من أكبر رقم في العمود عشان أبتدي أقدر أحولها لمسألة ماكسيمايزيشن كده نبقى خلصنا الطبق الخاص بالـ Assignment Problem كـ Application على الـ LB Model أو الـ LB Algorithm ترجمة نانسي قنقر